اشتركوا في القناة لما يودلي ايضا عن كل من صالح السماد ومحمد الحوثي اصبحت هذه الاسماء مشاهدين ضمن اربعين مطلوبا في اليمن اعلنت عنهم المملكة العربية السعودية انهم مطلوبون لديها ورصدت مكافآت مالية لما يودلي بأي معلومات تفضي للقبض عليهم ووصلت تقييمة هذه المكافآت لنصف مليار دولار اذا مشاهدي الكرام في هذا الجزء من حديثنا المسائي لهذه الليلة سوف نتوقف عند هذه القائمة لماذا الآن اعلنت المملكة العربية السعودية عن هذه القائمة وما وراء توقيت هذا الاعلان لماذا ركزت على القيادات الحوثية واستبعدت شركائهم صالح وانصاره وهل نجح التحالف باستمالة صالح وماذا يعني افتراق الشركين نتساءل ايضا مشاهدين الكرام جدوى اعلان هذه القائمة في ظل حرب مفتوحة يخوضها التحالف الشرعية ضد المتمردين الحوثيكين هذه الاسئلة وغيرها مشاهدي الكرام سوف اطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو معنا السيد عبدالله عبدالسلام محمد رئيس مركز ابعاد لدراسات الاستراتيجين رحب بك سيد عبدالسلام ام وايضا على الضيوف الذين سوف ينضمون الي اتباعا في هذه الحلقة لكن قبل البدء مشاهدين كالعادة نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود بعد ثلاثة عوامنا من الحرب اعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن قرابة نصف مليار دولار مكافآت مالية لاستهداف اربعين من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة الارهابية مراقبون رأوا ان هذا القرار هو احد ردود الفعل الناجمة عن اطلاق الحوثين صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية الرياض قبل ان تعترضه الدفاعات الجوية للقوات السعودية حسب ما اعلنت عنه وكالة الانباء السعودية القائمة لم تستهدف العضاء في حزب المخلوع الصالح حليف الحوثين في الحرب والسياسة مما اثار الكثير من التساؤلات عن مستقبل التحالف بينهما في ظل التغيرات الاخيرة كما لم تعلن بقية دول التحالف العربي اعتماد هذه القائمة ضمن قائمات الارهاب لديها حتى الان ولا يزال الناطق الرسمي باسم الجماعة عبدالسلام في الارتا خارج قائمة المطلوبين وفي بيان قالت السعودية بان اجراء اعتماد قائمة المطلوبين كان ذلك بناء على ما تم نصده من تعزيز تعاون تنظيم الحوث الارهابي مع تنظيم حزب الله الارهابي اللبناني في اطار تبادل الخبرات وتعزيز القدرات العسكرية بين هذه التنظيمات الارهابية واستخدام الصواريخ الباليستية في سابقة خطيرة تتاح فيها هذه الصواريخ الخطيرة لجماعات ارهابية مارقة عن اطار الشرعية الدولية واستعرض المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لوجود ادلة لدى التحالف تؤكد تورط النظام الايراني في دعم الميليشيات الحوثية المسلحة واعتبر ذلك انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن القاضية بحضر بيع او تهريب الاسلحة الى اليمن والتي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 اذا نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام والحديث حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو سيد عبدالسلام محمد رئيس مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجية اذا استاذ عبدالسلام اعلنت المملكة العربية السعودية عن هذه القائمة الذي ضمت اربعين من قيادات الحوثية كارهابيين ومطلوبين لديهم نتساءل هنا بداية سيد عبدالسلام لماذا الان هذه القائمة هل نستطيع ان نقرأ ما وراء هذا الاعلان توقيت ايضا اعلان هذه القائمة بالعودة الى هذه القضية وهذا الموضوع بالذات نعود قليلا الى الهدف الاساسي من عصفة الحزم الهدف الاساسي هو اخضاع الحركة الحوثية وليس تدميرها وتحويلها من حركة عسكرية مسلحة موالية لايران الى حركة سياسية يمنية تستطيع ان تكون جزءا من الامن الاقليمي بدلا ان تكون جزءا من الارهاب ضد الامن اليمني والاقليمي والدولي وبالتالي هذا كان هدف التحالف بمعنى انه لم يجرم الحركة منذ بداية العاصفة ولم يدخلها في قائمة الارهاب بل حافظ على حلقة وصل وتواصل خاصة بعد اتفاقيات الظهران التي حصلت تواصل عبر المفاوضة محمد عبد السلام الذي هو احد القيادة الحوثية وهو الامر الذي تجنبته القائمة ذكره لبقاء هذا الهدف من الاساس بمعنى انه عدم ذكر محمد عبد السلام معناه اتاحت الفرص والتفاوض من جديد في حال بدأت الحركة الحوثية الخضوع للمجتمع الاقليم والدولي لكن هذه القائمة هي بالاساس جاءت فيها بعد 5 نوفمبر بعد ان وصلت صواريخ الحركة الحوثية الى الرياض ومطارها الرئيسي هذا الامر هو خطير جدا وتغير استراتيجي في المعركة واضح جدا ان الحوثيين حصلوا على اسلحة استراتيجية خلال فترة الحوار والتفاوض حتى بما فيه التفاوض مع المملكة العربية السعودية في الظهران استغلوها فرصة لبناء قدراتهم العسكرية الدفاعية والجوية وايضا يبدو ان التحالف العربي الشعر ان هذه الحركة لم تعد حركة محلية وتمرد عسكري انقلبة على الحكومة اليمنية وانما هي حركة مدعومة اقليميا وربما دوليا وتحصلت على صواريخ استراتيجية لا يمكن الا دول كبرى ان تستطيع ايصالها الى هؤلاء وبالتالي ارادت ان تخطو خطوة الى الامام غير الخطوات السابقة وهو خطوة تجريم هذه الحركة الحوثية اذا لم تستطع ربما المملكة وهي التي تقود هذا التحالف انها تخضع هذه الجماعة الان ارتأت انه بهذا القائمة سوف تقوم بتجريمها والان ربما هناك من يقول سيد عبدالسلام ان التحالف فشل في اخضاع كما تحدث هذه الجماعة وهذا دليل فشل يعني لماذا هذه القائمة ما الذي سوف ربما تقدم هذه القائمة وهذه المكافآت التي تم اطلاقها الان هل ستنجح يعني طرث السنوات يعني تحاول او يحاول التحالف طبعا المملكة العربية السعودية انها يعني تخضع هذه الجماعة وايضا تضرب ربما المخزون الاسلحة لديها ولكن الى الان يعني نفاجأ انها لديها القدرة انها تطلق صواريخ باليستية تصل الى الرياض هل هذا دليل فشل دليل تخبط دليل ماذا نستطيع ان نضع السؤال الافتراضي مرافق لهذا السؤال وهو هل سطاعت الامم المتحدة ان تفرض امرا واقعا بادخالها لاربع اشخاص هم عبدالله صالح ونجله وعبدالملك الحوثي وقايده الميداني ابو علي الحاكم في عملية معرقلي الانتقال السياسي في البلد في اطار القرار 2216 من قرارات العقوبات تحت الفصل السابع للأمم المتحدة طبعا لا الاجابة انه لم يستطعوا ان يفرض واقع غير انه تم من خلالها مشروعية العصفة الحزم كانت مشروعية اسكرية بالتالي عملية التجريم اولا لا تعني فرض واقع وانه تعطي مشروعية للعمليات العسكرية الاخرى وتعطي مشروعية حتى لتقدم التحالف خطوة للأمام خاصة ما يتعلق بميناء الحديدة وما يتعلق بمحيط العاصمة صنعها هذا الامر جاء من خلال جريمة ارتكبة ضد امن دولة كبيرة واقليمية العالم يقف معها هي السعودية بالتالي هي فرصة بالنسبة للتحالف لا يمكن ان يتخلى عن هذه الفرصة ولا يعني انه بهذا الشكل ان يقوم بعمليات ورد فعل دون ان يقوم بخطوة سياسية تعطيه مشروعية لهذه الخطوة العسكرية وكانت الخطوة الاربعين شخصا بمعنى انهم لديكم مجرمين سلموهم لنا فهم هددوا امننا ونحن سنتوقف بالتالي هم اعطوا فرصة لمشروعية حرب وحالة عسكرية جديدة مختلفة عن الحالة الماضية ربما هذه الحالة هي الاقوى ربما قد تصل الى تحرير ميناء الحديدة وقد تصل الى محيط العاصمة الصناعة طيب على ذلك ذلك هل سوف يكون ربما ردود افعال ويكون ربما نتائج لهذه اعلان هذه القائمة يعني اليوم هناك اول رد فعل ربما لهذه الجماعة اليوم خالد الصماد يحضر عرض عسكري في الحديدة ويتحدى ويقول انه يمتلك هذه او الجماعة تمتلك هذه الصواريخ البلستي ايضا هناك تحدي واضح وربما يستهترون بهذه القائمة وربما يعني يرسلون الرسائل الى المملكة نحن لا نخاف من اي ربما اي افعال او ردة فعل تقوم به المملكة كيف ترى ذلك؟ اعتقد التحالف العربي يعرف بدقة معلومات كثيرة عن تحركات الحركة الحلثية وتحركات ادواتها العسكرية سواء في احتفالات او سواء في عروض عسكرية هذا ليهم التحالف العربي هو اعتقد انه يريد ان يكسب المعركة دون ردود فعل يعني ربما يستهدف العسكريين الجدود ستين مائة شخص مئة وخمسين شخص لكن لا تؤثر في عملية المعركة لان استهداف مجموعة خريجين وعسكريين هو عمليا الدخول في حالة انتقام مع اكثر من اسرى يمنية ويجدوا ابناءها يعني اقاطعك في هذه النقطة سيد عبد السلام تتحدث ربما عن هذه ردات الفعل التي تقوم به المملكة وحتى التحالف العربي دائما هناك ردات فعل لأي فعل تقوم به الجماعة سواء من اطلاق هذه الصواريخ نلاحظ ان ردات الفعل تكون يعني كما رأينا اخيرا يعني استهداف منصة السبعين لا ادل لماذا تم استهداف الحجر هناك وهم بالتالي يعرفون يعني اين يتجمعون بالنتيجة هناك ما يقول انه فقط ردات فعل قد تكون اعتباطية لما يجري يعني حضرتك ذكرت ربما ردات الفعل أنا لن أكون محاميا هنا عن التحالف العربي لكن دعيني اتكلم كمحلل ولدي معلومات عن كثير من الاحداث العسكرية التي تحصل اعتقد كل هذه نسميها اخطاء اخطاء العمليات العسكرية عندما تضرب مناطق عامة وايضا بعد احيانا بعد ردود الافعال في عملية العروض العسكرية يحصل ان تظهر للإعلام جريمة استهداف مدنيين ومنازل صحيح لكن ما لم يذكره الإعلام هي العمليات العسكرية هناك عمليات عسكرية دقيقة جدا للتحالف العربي تضرب في عمق القدرات العسكرية تم السيدة في المنصة في الليل وفي الصباح لم يكن هناك اي عرض عسكري سيد عبد السلام سعود لك سيدي ولكن دعنا ايضا نشرك معنا في الحديث سيد اللواء الركن طيار محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي نروح بك سيدة اللواء مساء الخير أنا فقط أتمنى أن ترفع سيدي قليلا صوتك حتى يتسنى لي وللمشاهدين سماعك جيدا سيد اللواء محمد الآن ربما نتساءل عن توقيت هذا الإعلان ومدى نجاعة إعلان المملكة عن هذه الأسماء وهذه المكافآت المالية التي رصدت والله في الحقيقة أنا يعني من الناس منذ بداية بلاع الأزمة ورايت أن هناك تعامل مع جماعات ميلي شاوية وليس جماعات نظامية رأيت أنه من الأفضل يعني أن يتم استهداف أشخاص بدلاً من أن يتم استهداف مواقع حتى استراتيجية قد يكون فيها أسلحة قد يكون فيها مخازن أو قد تكون لمراكز عمليات فما أراه أنا من ناحية أنه تم وضع 42 اسم من الجماعات الانتلابية وطلب القبض عليهم بمكافآت مالية تقدر يعني باع الله بمكافآت مالية من يخبر يعني أن يخبر هذا التصرف علمياً في العلم العتكلي عندما يتم عاماً مع جماعات ميلي شاوية أن يتم إحجاب الأشخاص الانتلابين ليش؟ لأنه نحن لا نتحدث عن كيان لا نتحدث عن دولة نتحدث عن جماعة خارجة عن النظام حصلت على مقدرات النظام وتعمل بدعم خارجة واضح وكذلك بطريقة عشوائية عجبرية فما قامت به قوات التحالف برأيه الشخصي إنه هو عين الصواب لأسباب عديدة لنا في ذلك مثال كبير يعني حضرة الكريم نعم سيدة اللواء يعني الصوت جدا ضعيف ويعني يتقطع لدينا يعني هل لا تذهب يعني بعد ذلك لمكان ربما في تغطية مناسبة حتى يتسنى لنا سماعك؟ اللهي ما أدري أنا نفس المكان اللي أتحدث دائما معكم منه نعم يبدو أن هناك خلل من المصدر أنا أعتذر لك سيدة اللواء ركن طيار محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي نعتذر لك ونعتذر للمشاهدين لرداءة الصوت من المصدر سيد عبد السلام ربما تحدثت في بداية حديثك عن مفاوضات ظهران الجنوب الآن بعد هذه القائمة وتحدثت ربما عن عدم تضمن محمد عبد السلام ضمن هذه القائمة الآن هل نستطيع أن القول أن انتهت هذه المفاوضات في ظهران الجنوب كيف نستطيع أن نقول الآن هل انتهى فعلا أو هناك ربما متسع لأن يكون هناك مفاوضات؟ الحرب هي الإطار الضيق في تحقيق الهداف دائما والسياسة هي الإطار الأوسع وما لا تحققه الحروب تحققه المفاوضات السياسية وعملية الإخضاء عادة لأي جماعة وأي ميليشيا أو حتى أي عملية عسكرية بين دول هي تتم عادة بأكثر من طريقة بينها الجانب السياسي وهو الحوار والتفاوض وبينها الجانب العسكري الكسب على الأرض ومنها جوانب اقتصادية أيضا في أطول الحصار وتضييق الخناق وأيضا في جانب الإعلام وهو اللي حصل الآن في الأزمة الحالية بين الخليج وقطر يعني هو عملية إخضاء طبعا هذه هي تنعكس أيضا على الوضع في اليمن يحدث في عمليات إخضاء ويعني نستطيع أن نقول بالتوافق مع إعلان هذه الأربعين شخص الأسماء جاءت عملية إغلاق المنافذ قرار إغلاق المنافذ وهذا هو القرار له السلبيات وإجابته يدرك تحالف العربي سنتحدث عنه في الجزء الأخر في التحالف العربي يعني هذه الخطوة لكن الأهم هو الحصول على مشروعية عسكرية خلال الأيام القادمة لهذه العملية فعمليا نستطيع أن نقول التفاوض في ظهران الجنوب هو جزء من عملية إخضاء وجزء من حل الإشكال في المفترة القادمة نحن نعرف أن إيران تمتلك خبرة سياسية كبيرة جدا ودها في عملية التفاوض ودائما تكسب بأقل جهد وأقل وقت ممكن وتكسب حتى بأطرافها وميليشياتها ولا تكسب يعني بعيدا عن دخولها في الصراع لكن عمليا الآن من الواضح أن إيران دخلت في قلب الصراع من خلال وصول أسلحة استراتيجية لا تصطيع أن تمتلكها إلا دول تصل إلى الحركة الحوثية دخلت في عمق الصراع وهو ما أدركه التحالف العربي ويبدو أنه سيرسل رسالة سياسية ورسالة عسكرية لهذه الإيران والآن رسائله هو الميدان للميليشيا فبقى عملية الاتصال وبقى محمد عبد السلام خارج هذه العطور معناها بقى حبل التفاوض وبالتالي السعودية هي لا تريد أن تدخل في إطار الصراع اليمني اليمني يعني بمعنى أن الحركة الحوثية كحركة متمردة على الشرعية بالنسبة لها تحدد أمنها الإقليمي حاليا طالما علاقتها مع إيران لكن إذا تحولت إلى حركة سياسية بالإمكان أن السعودية تتعامل معها كقوة سياسية في المجتمع اليمني بل ممكن أن تكون حليف حتى في اليمن هذا ما ندركه وتدرك الحركة الوحوثية ولكن الحركة الوحوثية أصبحت مسيرة من خارج الإطار اليمني وأصبحت غرف العمليات التي تديرها هي موجودة في قومة في طهران وغير موجودة على الأراضي اليمنية مع وجود خبراء أيضا آخرين هم الذين يتحركوا هل ترهن المملكة أو حتى التحالف أن يكون هناك تخلي يعني الحوثيين هل ممكن أن يتخلوا عن إيران لا يمكن طول فترة نريد الآن نتائج أشياء تكون أكثر نجاعة طول فترة الصراع طبعا كلما تزداد وتطول فترة الصراع تخلق هناك مشاكل جانبية وأحداث أخرى تذهب بالأهداف الحالية إلى عمق البحار وبمعنى أصح أن الآن أصفة الحزم أهدافا استراتيجية بدأت تضعف وتحولت هناك أهداف جزئية تشغلها هذه الأهداف الجزئية أصبحت محط بالنسبة للدول الخليج أهداف استراتيجية وأنا أعتقد في الجولة الأولى نستطيع أن نقول كسبت تحالف مشروعية المعركة وكسبت إيران السيطرة على العاصمة صنعة لكن خلال فترة القادمة لا أدري هل بالإمكان أن تحرك التحالف العربية يحرك الورقة التي الأصل يراهن عليها كما راهن عليها في المحافظات الجنوبية وهي ورقة الميدان ورقة الواقع العسكري وفرض أمر واقع على الأرض وليس ورقة المفاوضات السياسية ولا ورقة تحريك القرارة الدولية لأن القرارة الدولية الآن موجودة ومشروعية موجودة بقي الآن تحريك الأوراق على الأرض وتحريك الأوراق على الأرض تحتاج عدة عوامل كثيرة منها طمأنة أيضا الحلفاء على الأرض لا دخول معهم في خصومات ما شاهدناه أنه بعد معارك المحافظات الجنوبية والانتصار أن من يحكم المحافظات الجنوبية هم ليسوا الذين قاتلوا على الأرض وليسوا أبناء عدن بل لفيف من العصابات والميليشيات الذين حقيقة تحولوا إلى أطر عسكرية خارج إطار الدولة مثل الحزام الأمني هذا طبعا أخف كثير من الحلفاء التحالف العربي على الأرض في مناطق أخرى وبالتالي هذه القدرات ضعفت وهذه الورقة ضعفت عليهم تحريك هذه الورقة مرة أخرى وأنا أعتقد خلال الأيام القادمة من خلال هذه الرسائل من خلال كسب المشروعية العسكرية وإخراج أربعين اسما كمطلوبين من قيادة الحركة المحافظية أعتقد هو ترتيب على الأرض وربما يكون تنسيك حتى من الداخل أطر الإنقلاب كما هو الحاصل أنه لا يوجد الآن أسماء شخصيات تابعة لصالح هذا الأمر سحيو هذا كل كنت أحب أن أسألك عن هذا الجزئية يعني لماذا دخلت هذه القائمة من أسماء لصالح أو حتى أعضاء حزبه في صنعاء كيف تقرأ يعني عدم تواجد أي أسماء لأعضاء حزب صالح؟ هناك احتمالات متعددة يعني السبب الرئيسي هل هناك تنسيق بين صالح ربما والتحالف؟ قد يكون هناك يعني بدرجة أساسية هناك تنسيق مع بعض الشخصيات داخل أطر الإنقلاب من جماعة صالحة الذين شعروا بالهزيمة وشعروا أنه على عبدالله صاحب لم يعد مجديا ولم يعد قادرا على التحرك وبدأوا يتحركوا بشكل ذاتي في التواصل مع التحالف أعتقد هذا الأمر موجود وبقوة السيناريو الثاني أيضا هي عمل التفكيك أيضا الحركات الإنقلابية يعني إدخال كل الإنقلاب في قرارات الآن تعطيها نوع من التوحد وهناك تشقق يجب استغلاله وزيادة هذا الفراغ الحاصل يدخل أيضا في طارها حرب إعلامية مساعدة العملية العسكرية وهو عملية خلق ما يسمى تفكيك الثقة ما بين الطرفين هذا أمر مشروع يعني في الأعمال العسكرية يعني نقرأ من ذلك أنه ربما يعني مستقبل الشراكة الآن ربما قد يعني تنفصل وكما تحدثت يعني هناك يعني من يستغل هذا التفكيك الآن ويساهم أيضا في تفكيك العلاقة ربما والشراكة بين طرفي الإنقلاب في صنع لم يعد هناك شراكة بين طرفي الإنقلاب هناك سيطرة هناك سيطرة لطرف واحد وهو طرف الحركة الحوثية على المؤتمر التابع على عبد الله صالح وبالتالي لم يعد هناك شراكة والآن هو استغلال وتفكيك هذا الاندماج في الحركة الإنقلابية ما بين جماعة صالح المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي خلال الفترة الماضية بعد أن حصل الضعف لهذا الطرف الثاني وحصل نوع من ما نسميه الاستبعاد من الوضع الميداني ومن أدوات الدولة ومن أشياء كثيرة في العاصمة صنعاء جاء الدور الآن لاستيعابه من قبل التحالف العربي وأيضاً حتى الشرعية أعتقد أن هناك تواصل هناك عمل التفكيك فعلاً لهذا الأمر وهو لم يعد أمام أعضاء المؤتمر الشعب العام وأتبع صالحي لا خيارين خيار القبول بقيادة الحركة الحوثية وأن يصبحوا ليسوا متحوثين وإنما حوثيين عقائدياً وفكرياً وحتى استراتيجياً في الأهدف أو الانفصال عن الحركة الحوثية لأنه لم يحققوا ما يريدوا هل باعتقدك ربما أنت تقول أنه قد يكون نوع من ربما التنسيق بين قيادات تحسب لصالح مع ربما التحالف في المملكة يعني هل يعني ذلك أنه ربما يكون هناك تبعات لذلك على المؤتمر وصالح في صنعاء هل هم ليسوا يعني يعني خائفون من تبعات ذلك هل الحوثيين لا يدرون بمستوى هذا التنسيق يعني عندما نتحدث عن التنسيق ليس بالمستوى الواضح والعلني أنه يصبحوا قيادات المؤتمر الشعبي العام هم المنسحبين كقيادات لصالح التحالف أو لصالح لا الحرب عادة تحتاج ما نسميه تحييد أطراف القوة إما كسبهم واستيعابهم كجزء من القوة وإما تحييدهم كطرف محايد بحيث أن يكون الخصم طرف واحد طبعاً اللي حصل المؤتمر الشعب العام إذا لم يكسبوا التحالف العربي إذا لم يكسب ويستغل هذا الانشقاق وهذا التفكك وهذا الضعف لهذه الجماعة وهذا الطرف طرف على عبدالله صالح وسيطرة الحوثين عليه إذا لم يكسبوا فهو يحيده من خلال هذه القائمة وبالتالي هذا هدف عسكري وستراتيجي وسياسي أيضاً لكن يبقى أيضاً يبقى الأمر بيد التحالف العربي في خطوات تحتاج خطوات على الأرض لأن مثل هذه الأوراق هي ضعيفة جداً تتساقط مع طول الفترة ومع بقاء الحركة الحوثية تتم استعداداتها وتحصل على أوراق ونقاط وأخرى كما حدرنا نحن في تقاريرنا سابقاً في تقارير مركز أبعد عندما بدأت المفاوضات في الكويت في إطارها الأول ومفاوضات جنيف تكلمنا عنه هذه هي استغلال فقط للوقت للحصول على أسلحة استراتيجية هذه الأسلحة الاستراتيجية الآن أصبحت بيد للحركة الحوثية وأصبحت نقطة قوة وورقة كبيرة جداً تراهن عليها بالتالي أيضاً التحالف إذا استمر بهذا الشكل سيستمر للحركة الحوثية للحصول على أوراق أخرى بالنسبة لربما تأثير إعلان هذه القائمة سيد عبد السلام ربما وعلاقة الحوثيين أيضاً وتواصلهم بالقبائل والشخصيات الاعتبارية هل نستطيع القرن هذا الموضوع سيؤدي إلى محاصرة ربما الحوثيين الآن وربما كيف سوف تصبح أيضاً علاقتهم مع القبائل سواء كان طبعاً قبائل طوق صنعاء أو حتى القبائل الأخرى إذا أردنا معرفة العلاقة ما بين الحركة الحوثية والمجتمع اليمني نبدأ بتعريف الحركة الحوثية ما هي هي ميليشيات عقائدية فكرية عسكرية وبالتالي تم بنائها بناء بعيد عن الارتباط الاجتماعي وكان عملية التنسيق التي حصلت بين المجتمع القبيلة والحركة الحوثية عملياً تمت عبر علي عبد الله صالح والموطة المجتمع اليمني بمجرد أن سيطرت هذه الحركة الحوثية لم يعد لها امتداد مجتمعي أصبح المجتمع بالنسبة لها منفصل عنها وبالتالي هي الآن تعاني من من حالة الاحتقار الاجتماعي لها وإضاء حتى الابتعاد وأصبح المجتمع أيضاً يعاني من تسلط هذه الحركة ومن فوضاها ومن عنفها فأصبح امتسلطة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحسكرياً بالتالي هناك أيضاً شرخ كبير ما بين المجتمع وما بين الحركة الحوثية هذا الشرخ هو موجود مثل ما موجود بين تنظيم القاعدة والمجتمع في بعض المحافظات هنا نستطيع أن نقول أن الحركة الحوثية دخلت في إطار ومرحلة جديدة تعتمد على ذاتها وتعتمد على دعمها للمخابراتي الإقليمي وتعتمد على دعمها أو عواملها وعوامل مساعدتها الدولية التي هي موجودة في أطور المنظمة الدولي وغيرها أما بعمقها الاجتماعي فهي ضعيفة بالتالي إذا لم يستغل التحالف العربي هذه النقاط ونستطيع هذه القرارات الأربعين إسماً هي لم تدخل في إطارها شخص ذو بعد مجتمع ربما نتمنى أن هناك نقاط ضعف ربما من بداية العاصفة لم تستغلها التحالف والآن كما ذكرنا ربما ما نعاني من هذه كلها ربما نتائج هذه ربما إطالة الحرب وعدم الحسم سيد عبدالسلام طبعا ستبقى معي ونناقش مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة على قرار التحالف إغلاق كافة المنافذ اليمنية بصورة مؤقتة سنناقش دوافع الإعلان هذا وأيضا نتائجه ولكن بعد هذا الفصل القصير ترجمة نانسي قنقر